موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متعلمي الصف الخامس في أولى حلقات سلسلة دروس الفصل الدراسي الأول سنتعرف خلال هذه الحلقة على درس مما يتكون الكون من نظام الشمسي ننطلق معا في درس مما يتكون الكون لنستمع إلى آيات من الذكر الحكيم من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختناف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نعيش على كوكب الأرض وعندما ننظر إلى السماء نرى فيها الشمس القمر النجوم ولكن هل هذا هو الكون فقط؟ لنذهب معا في رحلة إلى الفضاء ونتأمل في خلق الله ونتعرف على الكون ترجمة نانسي قنقر ننتظر الآن لنتعرف على عناصر الفضاء الواسع من خلال النشاط الأول في صفحة 16 من الكتاب المدرسي أولا الكون المجرة النظام الشمسي الكوكب الكون الفضاء الواسع الخارجي وما يحويه من أجرام سماوية الأجرام السماوية هي أجرام النظام الشمسي أجرام الفضاء البعيدة أجرام النظام الشمسي هي التي تدور حول الشمس أجرام الفضاء البعيدة هي التي تقع خارج النظام الشمسي المجرة تجمع من النجوم والكواكب والأقمار وأجسام كونية أخرى يحتوي الكون على العديد من المجرات التي تختلف في الشكل والحجم كما نرى في الصور التي أمامكم هل تعلم أن المجرة التي يقع فيها نظامنا الشمسي هي مجرة درب التبانة؟ مجرة درب التبانة هي مجرة حلزونية الشكل ينتمي إليها الشمس والأرض وبقية كواكب المجموعة الشمسية يقع النظام الشمسي على أحد أذرع هذه المجرة كما هو موضح أمامكم في الصورة النظام الشمسي هو الشمس والكواكب الثمانية وأقمارها الكواكب هي جزء من المجموعة الشمسية والتي تقع في مجرة درب التبانة باحثي الصغير من خلال ما سيتم عرضه نستكمل المخطط الموجود في صفحة 17-18 في الدشاط رقم 2 لنقارن بين النجوم والكواكب من حيث مصدر الحرارة ومصدر الضوء والتعريف النجوم ذاتية الحرارة ذاتية الإضاءة وتعرف بأنه جسم كوني له وميض ودرجة حرارته عالية جدا الكواكب يستمد الحرارة من أشعة الشمس غير ذاتي الإضاءة ويعرف بأنه جسم كوني يسبح في الفضاء أتمنى منكم أن تكونوا قد دونتم هذه المعلومات في الكتاب المدرسي هل شاهدت يوما تجمع من النجوم في السماء كما في الصورة التي أمامك؟ تسمى هذه التجمعات بالعناقيد النجمية نصل إلى هنا نهاية الدرس الأول لننتقل معا إلى الدرس الثاني ما نظام الشمسي الأرض التي نعيش عليها الشمس التي تمدنا بالحرارة والضوء القمر الذي نراه في السماء والكواكب والأقمار التي تسبح في الفضاء تعرف بالنظام الشمسي النظام الشمسي يتكون من الشمس وجميع ما يدور حولها من أجرام سماوية بما في ذلك الأرض والكواكب الأخرى ما أجزاء النظام الشمسي؟ الشمس أجرام سماوية أخرى لننتقل معا إلى النشاط رقم واحد في صفحة 20 لنتعرف معا على كواكب المجموعة الشمسية ثم نجيب عن الأسئلة كواكب المجموعة الشمسية نبدأ بكوكب عطارد وهو أول الكواكب وأقرب الكواكب إلى الشمس الزهرة ثاني الكواكب كوكب الأرض وهو ثالث الكواكب المريخ رابع الكواكب المشتري خامس الكواكب زحل سادس الكواكب أورانوس سابع الكواكب لنختم بـ نبت وهو ثامن الكواكب المجموعة الشمسية وأبعد كوكب عن الشمس لنختبر ما تعلمنا وندون الإجابة في صفحة 20 عدد كواكب المجموعة الشمسية أحسنتم ثمانية الكوكب الأقرب إلى الشمس عطارد الكوكب الأبعد من الشمس نبتن ما ترتيب الأرض في النظام الشمسي؟ الثالث كواكب المجموعة الشمسية تتميز باختلافها في الحجم البعد عن الشمس سرعة دورانها حول الشمس هناك ميزة أخرى لاحظ معي موقع كل كوكب في المجموعة الشمسية لكل كوكب مسار خاص به وهي مدارات وهمية كلما ابتعد الكوكب عن الشمس كلما زادت تساع هذا المدار وهنا نتساءل لماذا لا يصطدم كواكب أو لماذا لا تصطدم كواكب المجموعة الشمسية بعضها ببعض؟ خلال هذا الفيديو التعليمي كما تشاهدون لكواكب المجموعة الشمسية مسار خاص به وبعد ثابت عن الشمس استقرار الكواكب تستمر الكواكب في دورانها حول الشمس بسبب قوة جاذبية الشمس للكواكب لذلك تكون مستقرة في مسارها ننطلق معا لنرسم مسار كواكب النظام الشمسي في النشاط الثاني في صفحة 21 من الكتاب المدرسي ماذا نحتاج؟ دبوسان، خيط، ورق مقوة وقلم خطوات النشاط نثبت دبوسا في منتصف الورقة بتمثل الشمس ثم نضع الدبوس الثاني لكوكب عطارد على مسافة 5 سنتيمتر على نفس استقامة الدبوس الأول ضع الخيط كما في الفيديو الذي أمامك وحاول الرسم دائرة أحسنتم ماذا تلاحظ؟ يظهر الشكل بيضاوي كرر الخطوة السابقة بحيث يكون الدبوس الثاني كوكب المشتري على مسافة 10 سنتيمتر ولاحظ المنحنة الذي حصلت عليه صف شكله بيضاوي أكبر من منحنة كوكب عطارد لاحظ مسار كوكب عطارد والمشتري الذي رسمته ماذا تلاحظ؟ لكل كوكب مسار خاص به الآن أصدقائي ما شكل مسار الكوكب في المجموعة الشمسية؟ هل هو شكل ألف أم شكل باء؟ بالتأكيد إنه شكل ألف فشكل مدار الكواكب في المجموعة الشمسية ليس بالمدار الدائري وإنما مدار إهليل جي أي بيضاوي كما نشاهد في الفيديو الذي أمامك فإن الكوكب يدور حول الشمس في مدار إهليل جي بيضاوي ننطلق معا في النشاط رقم ثلاثة في صفحة رقم 22 في الكتاب المدرسي ونشاهد الفيلب التعليمي التالي للنظام الشمسي ثم نرسم ونكتب اسم الكوكب في المدار على خريطة النظام الشمسي الفيديو التعليمي يوضح لنا خريطة النظام الشمسي إذن في صفحة 22 نكتب اسم كل كوكب مع الرسم في مداره الصحيح عطارد، الزهرة، ثم الأرض، ثم المريخ، ثم المشتري، ثم زحل، ثم أورانوس، وبالأخير نبتن بعد أن انتهينا من دروسنا لهذا اليوم ماذا تعلمنا؟ تعلمت أن النظام الشمسي هو الشمس والكواكب الثمانية وأقمارها وغير ذلك من أجسام تدور حول الشمس مدارات الكواكب حول الشمس أهليليجية مستعدون أصدقائي لأسئلة التقييم؟ السؤال الأول رتب كل بما يليه في المكان المناسب لحجمه النظام الشمسي، الكوم، الكوكب، المجرة لنبدأ بالأكبر وهو الكون، ثم المجرة، ثم النظام الشمسي، ثم الكوكب السؤال الثاني قابل وقارن بين النجم والكوكب باستخدام المخطط التالي؟ وهو ما يعرف بمخطط VIN لنتفق في البداية أن منطقة التقاطع الدائرتين هي وجه المقابلة أي التشابه والمنطقة خارج حدود التقاطع هي وجه المقارنة أي الاختلاف ونؤكد أن النجم باللون الأصفر والكوكب باللون الأزرق فماذا يختلف النجم عن الكوكب؟ النجم ذاتي الإضاءة، أما الكوكب معتم النجم درجة حرارته عالية، أما الكوكب يعكس ضوء وحرارة الشمس برأيكم ما وجه التشابه بين النجم والكوكب؟ أحسنتم، إنها أجرام سماوية السؤال الثالث، لاحظ الصورتين وأوجد العلاقة بينهما صورة رقم واحد كما تلاحظون واثنان العلاقة هي لكل كوكب مسار خاص به وهنا نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم متابعتكم اشتركوا في القناة